ليلة مرت على النازحين كأنها أياما بسبب العصفة الترابية التي أحاطتهم من كل جانب وفي كل مناسبة يناشدون ويطالبون بإعادتهم إلى مساكنهم والصورة تتحدث عن ما يمرون به هي البنكة هو نمنع نظيم مرت عنا الصعب وجهال أطفال كلها قمت تتنازع من الصدر وما عندنا وسيلة نضمر واحنا بها إذا نضمر واحنا نضم جهانا ما عندنا نقدر عند مستشفى الطوارئ وديت ثلاث مرات بالليل منت بنتي وبنتي وديت من الطوارئ وهذا حالتنا لا نحسد عليها وإحنا ننسر ثار نازحين ما ندري منطقاتنا راجعونا ما راجعونا ولا ما ندري مستشفى سامراء استقبل مئات المرضى منذ بدء العصفة الترابية واستنفرت جميع الكوادر لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين بحالات الاختناق وتقديم الإسعافات اللازمة لهم تم استقبال أكثر من 200 حالة اختناق في ردهة طوارئ مستشفى سامراء العام منذ بدء الأزمة مساء أمس ولحد الآن وتم توفير كافة المستلزمات الطبية الضرورية للتعامل مع حالات الاختناق حيث تم توفير الأوكسجين لكافة المرضى وتم اشتغال معمل الأوكسجين طيلة الليل حتى الصباح ولحد الآن وتم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى الضرورية لإنقاذ المرضى والحالات المختنقة وتم استنفار كافة الكوادر الطبية من الأطباء المقيمين والكوادر التمريضي والكوادر الدارية الأخرى الساندة لديمومة العمل خلال 24 ساعة منذ مساء الأمس منذ بدء العاصف الترابية ولحد الآن النازحون ينتظرون تطبيق قرار مجلس المحافظة لعادتهم بفارغ الصبر فما يمرون به من ظروف قاسية يحتم على جميع الوقوف لمساندتهم وإنهاء هذه البعانات لقناة سامرة مصطفى عبد الحميد سامرة